اشتركوا في القناة الانترنت او ايقاف الانترنت عن تطبيق الفيسبوك بشي قوموا بالعملية هذية يكفي انه نمشي لتطبيق الفيسبوك مسانجر او فيسبوك او حتى تطبيق فيسبوك العادي نفس الطريقة بالضبط مفهمة حتى فرق خلينا ناخذوا مثال الفيسبوك مسانجر قوموا بالضغط عليه ضغطة مطولة وبعدها بشي تظهرنا القائمة هذي نختاره اب انفو بعد ما نختاره اب انفو بش نمشيه مباشرة ونختاره خيار data usage details الخيار الثاني الموجود data usage details نضغط عليه وبعد ما نضغط عليه بش نلقاه امامنا القائمة هذي اللي فيها two options او خيارين مهمين بالنسبة لنا اللي هما disable mobile data و disable wifi بش تقوم بيقطع الانترنت الانترنت معناها الهتف الجوال او انترنت الشريحة الخاصة بك تقوم بتفعيل الخيار الاول وبالطريقة هذه انترنت الشريحة متاعك ما تشتغل على تطبيق الفيسبوك messenger وبش تقوم بيقطع كذلك الواي فاي على التطبيق تقوم بتفعيل الخيار الثاني وبالطريقة هذه تكون قمت بيقطع الاتصال على تطبيق فيسبوك messenger لكن وقت تقوم بيقطع الاتصال فهذا يعني انه حتى كفي جيك او جيك رسالة جديدة فانه ماكشفش تتلقاها وكذلك هذا يعني انه التطبيق لن يشتغل بطريقة صحيحة لانه غير متصل بالانترنت بش تقوم باعادة تشغيل التطبيق بطريقة صحيحة يكفي انك تقوم بغلق اذا كانت قوم بغلقهم فانه مباشرة يعود التطبيق للعمل بطريقة طبيعية بما انه يرجع الاتصال متاعه بالانترنت كانت هذه الفيديو متاعنا ان شاء الله يكون الفيديو فاتكم وعجبكم اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة تضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس بش كيف نحبط فيديو جديدة يجيكم اشعار للفيديو القادم ان شاء الله ما بقى لي بش نقولكم كان الى اللقاء اشتركوا في القناة